بسم الله الرحمن الرحيم سبق أني تكلمت في فيديوهات سابقة عن كيفية تركيم نظام iOS 14 نظام iPad OS 14 نظام الماك الجديد البكسر أمس نزلت أبل النظام التجريبي الأول لكل الناس لساعة أبل وهذه أول مرة أبل تسويها أنها تنزل للنظام التجريبي لكل الناس قبل أن يصدر النظام بشكل رسمي السبب أن أبل كانت مترددة أن تتوقع في السنوات التي راحت لأن الساعة إذا جيت أن تحدثتها على النظام التجريبي والساعة اللي قت معك لازم أنك أنت توديها إلى أبل أو إلى الوكيل الرسمي في بلدك لأنه ما في لها طريقة أنك مثلا تشبكها على الكمبيوتر أنك أنت مثلا تعمل لها ريستور عن طريق الآيتونز الساعة ما يقدر يصلحها إلا أبل لو صارت فيها أي مشكلة خلال التعديد لكن هذه السنة قالوا أنهم راح يضيفون التحديثات التجريبية لكل الناس فالسابقة متوفر للمطورين أتوقع أن هذا هو النظام البيتافور للساعة أتوقع أنه للمطورين فهو اللي نزل الآن لكل الناس اللي حاب أنه يأخذ المخاطرة ويركبه كل علينا أن يدخل على جوجل يكتم مثلا أبل بيتا سوفتوير أو يدخل على هذا الرابط راح أحط لكم الرابط في وصف الفيديو تحت وياليت أنكم تعطوه للاك الفيديو لو شايفته على الرابط أيضا الآن ننزل تحت وبعدين نضغط على get started فالآن تفتح معك الصفحة هذه كل عليك أنك أنت تتأكد أنك أنت مختار watch os تنزل تحت الآن ممكن يطلب منك الابل اي دي والباسورد مجرد أنك تدخلها ولو كنت داخل بحساب الاي كلاود عندك على الجهاز تقدر تدخل بالبصمة أو ببصمة الأصبع وبصمة الواتش الآن نضغط هنا على roll your apple watch وبعدين أنزل تحت وضغط على download profile فالآن لازم تكون أنت الساعة تتأكد أنها الساعة مفتوحة يعني ما هي مقفلة برقم سري أو ما هي مشبوكة على الشاحل لأنه ممكن تلقون مقفلة بالرقم السري الآن تضغط على هنا على allow راح تفتح معك الصفحة هذه اللي عن كل عليك أنك تضغط على install راح يطلب منك الرقم السري اللي تدخل فيه على آيفونك بعد ما تدخل الرقم السري تضغط على done بعدين تضغطينا على install وبعدها تضغطينا على install الآن بيقول أنه بيعمل restart للساعة أو إعادة تشغيل للساعة اضغط على restart فالآن بيلاحظ أن الساعة طفت الآن وراح ترجع تشتغل من جديد فبعد ما تشتغل أرجع لكم إن شاء الله الآن بيلاحظ أن الساعة بدت تشتغل الآن فالآن الساعة عملت لعادة تشغيل راح تضغلك علامة التفاحة وراح ترجع تشتغل بشكل طبيعي فالآن اشتغلت الساعة معي الآن من الآيفون أضغط هنا على done وبعدين أدفل هذا وأروح إلى تطبيق الساعة فالآن بدخل على apple watch الآن كل اللي عليك إن كنت لو جيت دخلت على apple watch أو فتحت لك شاشة رئيسية إن كنت تروح إلى general أو عام بعدين تنزل تحت وراح تحصل كلمة profiles فالآن تدخل على profiles وبعدين تدخل على watch osp software profile أو كيف تأكد إنه مركبة الآن الآن كل اللي عليك إنك إنت ترجع بعد ما تأكدت إن البروفيل شغال عندك أو موجود على الساعة كل اللي عليك إنك إنت تروح إلى general وبعدين تروح إلى software update من تطبيق الساعة أو تحديث التطبيق أو تحديث النظام فالآن لما تجي تشيك على التحديث فراح تحصل تحديث الساعة كأنك أنت تتحدث الساعة بشكل دوري الآن بضغط على download and install راح يطلب مني الرقم السري اللي أنا أفتح فيه الآيفون فالآن بعد ما دخلت الرقم السري راح تظهر لي هذا المساج اللي هو وافق على الشروط والأحكام أضغط قريب الآن بدأ يحمل النظام للساعة طبعا الآن كل اللي عليك إنك إنت تشبك الساعة بالشاحن فالآن أنا بشير الساعة من يدي وأشبكها على الشاحن فالآن الساعة مشبكة على الشاحن وننتظر خلال تقريبا 25 دقيقة بإذن الله راح يتم تحميل النظام وبعدها راح يركب على الساعة فإن شاء الله نقول أنه تمشي الأمور بدون مشاكل طبعا خلال تحميل النظام مثل أي تحديث عادي اللي تعودنا عليه اللي يصدر بين فترة وفترة كأنك محدث النظام عادي الآن بيحمله على الآيفون وبعدين ينقل للساعة والساعة بعدين راح تعمل ريستارت أو إعادة تشغيل وتشتغل بدون أي مشاكل فالأخضر أني كنت تتعملها مثلا في الليل أني كنت تطلب التحديث فلما تصح الصباح إن شاء الله يكون جاهز فالآن ممكن أني أنا أخذ الآيفون خلاص ما أحتاجه وأنتظر الساعة لين أتحدث فالآن لو جيت ضغطا على الزر الجانبي وبعدين دخلت على جنرال أو عام وبعدين أباوت أو حول فباللاحظ أنه الووتش أو اس 7 الآن هو اللي راكب على الساعة هذه وبستخدم إن شاء الله وما راح يصير في أي مشاكل بس حبيت أوضح أنه أحذر أنه ترى ممكن أنه لو لا قدر الله صارت أي مشكلة ما لها حل إلا أنه توديها إلى مركز صيانة معتمد عشان يحلونها آسف أني طولت عليكم بس حبيت أني شرح بالتفصيل لو كان عندكم سؤال واستفسار اكتبوا تحت في خانة تعليقات أو سألوني على حسابي في السناء بيعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم